كيف نقول العيد الصغير نقوله تشارك لمسكر و ريحة المزهر و ريحة اللوز والزبدة الله الله عليها يا ميمي اليوم رح تديو كامل أسرار نجح تشارك من يديا اليوم رح نعطيكم كل حاجة على التشارك عنا هنا يا 500 قلم فارينا مغير فاسك غلاس مع رشة ملح هنا يا قرصة الملح نديرو معها 250 قلم و نخلط كل شي معا بعد هكذا كما را كنت شوفو رحان سابلي هاد الزبدة حتى تدخل ملح في الفارينة و تولينا بحل الغريبية هكذا سابلي ملح هذا هو يعني اول حاجة نبدو فيها هي للسابلاج ولا هديك معلوم تكون بتبدأ تولي سابلي بسحن بعد تولينا كيل غريبية هنا ينزيد وزوج مغارف تاع الزيت هنا هدا هو السر باش يزيد لها الطراوات الفلابات تاعنا وهو صوبية ج︎ نوفي يطلقون ملح نظير كيل غريبية من Ti tears pour me to my life في فام 매 return a do it هنا يحب جديد والحظة dûي accepting set and Latin هذا هو المحظة لها اليوم مضبوطة و نجحة نغلق لجينة في البابي و نجعلها ترتاح على الأقل مدة نص ساعة لجينة سهلة في الخدمات لديها 500 قرم للوز و 200 قرم السكر و لفاني و نرشوها بالمزهر هكذا تتولي لجينة هنا ميمي جابت لي غرش و مزهر لجيب لجينة 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 لا زبدة لا زيت لجينة لجينة و هنا لا ترتاح و نجعلها ترتاح و نبدأ و ننطلق هنا نأخذ البابي لنطلق الخدمة و نوزن 20 قرم في الفخص و كنت وزنة لابات لابات 25 قرم هنا ميمي ريت وزن في الفخص و هنا نوزن في العجينة نحب بحب التشارك مع مرة بلافخص نحب بممرة بلافخص و نحب بحب التشارك و نفعل هذه الحبات و نراحل و نفعل كيف نفعل و نعلم كيف تشارك و نضع بحب التشارك و نشعروا عمليين يعني انت موالفة تشارك عشرة حبات موالفة نحل عشرة حبات باش نبدأ نخدم بالعشرة هنا شوفوا معايا نحلوا العجينة كي ما شتوا معايا بالحلال نحطوا لافخص في الوسط ونعبز عليها كما نقولون نخرجها ذاك اللي هو لي بين العجينة وبين اللوز هكذا باش الحبة تشارك الجينة شدة روحها من بعد ما تكسرناش ومن في الطيب ما تديرناش مزيد شهدك الفيديو يطلع ايوه نرقوها من الطرف يعني منه ومنه ونخليها طالها في الوسط باش يجينا شكل الهلع هنا نحطوا لافخص شوفوا هنا نطلع الطرف هذا نزير معا لافخص نقلب نزيد نزير نقعد نزير ونقلب نزير ونقلب حتى نلحق للطرف هكذا كي ما راكوا تشوفوا تشارك يجيب بزف شباب هنا الطرف اللي منه ومنه بزف شباب ومن بعد نخلي الوسط هذاك عالي ونقفلهم هكذا على الشكل الهلال هنا يا مي مي راكي ماذا قدرتي هنا هات الحبات تشارك كامل في هذا المول ودخلناهم في الفرح ويطيبوه هكا وضغي شوية بالتحت يجب يطيبوه صفر يطيبوه من الداخل ومن بره هذاك تشارك هذاك تشارك ويطيبوه ويطيبوه مليح ويطيبوه يفسد ويغمل لداخل هنا نحكم السكر هناك سكر النور ويطيبوه هناك سكر نزيد ويطيبوه نضيف مليح ويطيبوه وينخلقوا المليح ومن بعد سكر كما راكو تشاهدون السكر غربته المرة الليلة بشي جيني خفيف هكذا كما راكو تشاهدون يطيبوه ونضع فيها التشارك اللي كنا حطيناه فوق البابي أبسوغبون هكذا يشرب بقيع هادك السيغو اللي كان ندر ناوله اللي كان زايد هكذا نحطوهم هكذا كما هادي رافدة من الفوق شوية السيغو نشفتها مليح السيغو ماشي طيب نديروها أفخوة المازهر والسكر ونخلطه هادا ما كان هادو هما ليزاستويس التشارك المهمين بزاف نحكمو هنا يا الصفايا هكذا ونغرب له فوق التشارك السكر ماما هناك اللي يديرو مغير فارينة في السكر هدي غلطة كبيرة الفارينة ما تسكلش خضرة بنتي لازم الطيب وهدايا خلاص هدا الفينال تاعو هذي أكبر حاجة أكتر حاجة أكتر الغلطة شفتها في الحلويات الجزائرية الفارينة ناكلوها طيبة مرهام الفارينة تسكل هكذا هناك كما راكو تشوفو نغرب الكمية اللي تكفي تغطي لي مليح السكر يعني حبت التشارك لازم تتغلف مليح في في السكر ايوا تتغلب في مليح لمو عليها السكر عليش قلت لك الورق يسهل لنا الخدمة الورق هدا يسهل لحياة في الحق يسهل الخدمة ونظيف ايوا سوختو فيتاكس يعني هاد النوعية البيضة شفتها هنا غير في فرنسا حاجة بزيف هيلة شتيش حال هيلة ومان بون كاليتي هدا البيض هاي شوفو هنا نحكم نزيرهم بيدي هاكذا ونخليهم عشر دقايق من بعد نرجع ليهم نحي الحبات التشارك نرفدوها برق ونمسحوها ما نضربوهاش هكذا ما نعطوهاش هديك الضربة هديك وش تدير لها تخلي السكر يتحجر فوقها ها على بيها دفون شوفو هاكا تشارك نجيبها هدا هو السكر اللي نستعمل فيها النور بلوس هدا هو ورا وجاي رطب بزيف وشباب بزيف هاد النور بلوس سكر هايل بزيف غبرة سكر هايل بزيف غبرة سكر ايوا سوكي غلاس هنا كما راكوا شوفو الحبه نمسحها برق ميمي مولفت سكر معايا شوفو تسكرتها بزيف شباب نمسح الحبه هاكذا نمسحها نقص لها السكر ليسق فيها إلا شوفت عندها الفيد ما نخبطهاش بسما هدا وسر بش مجينش هديك لها كخوت سعى السكر يابسة من الفوق ايوا بش مجينش هديك لها كخوت وفي نفس الوقت تشاركتاني يجي غر هكا فيه اللاتخاص عن اليد ايوا هدا احيجي تغبيره تعز زمان الله الله تغبيره هدا هو تشارك المغبر مش هيد تشارك هداك المحجر من برا هداك اللي يجي فيه اللي يطاش هادوك هداك سبتو العجينة اللي ماشي مرشو شاملي حشغول هادا قدرنا غريبية وسكرناها ثم هاداك الزبدة ستشرب هاداك السكر ايوا هنالاس جيس الاخرى بعدما سكرنا هاداك اللوولين نعاودو نرجعو للسكر نغربلوها على خطر هاداك السيغو كيوين يخلينا هادوك اللي يقريمو تاوعوه ايه نعاودو نفس الطريقة نغربل الجزء اللوول ونزيد عليه نحطوه ونزيدو نغربلو فوقه هادا الطريقة كي ما شفت احنا نستعملوها في مقروط اللوز وفي الشارك وفي بوسولة تمسو ايوا هادوهم الحلويات نسكروهم كامل بها الطريقة وفي هذه الطبقة من فوق يبصى ايوا هاداك السكر ما هو ما هو طالية الله الله تجي طالية الدوب في الفم ما هو التسكر مغبر تغبير الله الله كي تاكولي الحبات تحسي بالتغبار ما تحسيش باديك تكسيرها تاعد ذاك السيغو كلاس ولا هادا هادا هي طريقتي وهدا هو تشاركتها خاديجة يتمثلوا به الناس جميع واحد كلا عندي تشارك لم سكر يقعد يحكي عليه هدي هي كل اسرار وما خبيت عليكم ولا حاجة ووش نقولكم نقولكم موفقين موفقات كي نرجى لي يخدموا الحلويات كي سيدات لي يخدموا الحلويات نقولكم كامل ربي يوفقكم في هادا العيد انتو ماني تخدموا ليكم ونقولكم اعتمدوا هاد الوصفة ريحة تعجبكم بزيف وتشارك حنا يا منسكر وش انا دايما منسكرش كامل الكمية تاعي ندير لها البابي هكذا البابي أبسوغبون نقل نغلق عليها بالبابي فيلم نحطوها إما في الكنجيل عتغل إلا كان راح يطول إلا كان ما حشي طول يعني غير قيس العيد هاد الكمية نخليها البرة هكذا نغلفها بالبابي فيلم هاداك البابي نديروه بش يمتص الرطوبة بش مت الحبة متسطرعناش ويعني متوليش بردع يعني نغلف المليح التاركة بش نحميوها اي وابش نحميوها إلا الدناه في الكنجيلاتر هاداك البابي وشيدة راح يمتص الرطوبة لي في الكنجيلاتر هادا هو تشارك يا ميمي جربو وستبنو البنة البنة هنا يتشارك تعيب بزاف ابنين يعني مشيراني نشكر فيها روحي وإنما هدي الحقيقة أنا نعرف تشارك تعيب نعرفه شي سوا دمتم بخير سلام